لا شك أن الفساد طال كل مؤسسات الدولة ولكن بقدر تعلق الأمر بالمؤسسة الأمنية والعسكرية نعم وأثر بشكل كبير جدا على التركيبة البنيوية للمؤسسة بالتحديد المؤسسة العسكرية لأن مفهوم بناء المؤسسة العسكرية يجب أن يقوم على أساس تراتبية هي أما الفرد أو المعدة وكل المعنيين بالشأن العسكر يقولون أن بناء الفرد وإعداده ليكون مقاتلا إلى درجة أن يتبنى خيار الاستشهاد من أجل وطنه هي مدخلا لبناء المؤسسة التي على أساسها يصار إلى التسليح والمجيء بالمعدة القتالية لأن ما لم يكن هناك يد مؤمنة بشرف العسكرية ومؤمنة بشرف الانتماء إلى الوطن يكون فيها محاذير كثيرة أن تسلح مثل هكذا جماعات ففي تقديري أن المحاسسة كانت سببا مباشرا في الفساد وسوء الإدارة وكانت سببا مباشرا في توهين الأداء لدور الوظيفي للمؤسسة الأمنية والعسكرية يعني ليست فقط للمؤسسة العسكرية لأن المؤسسة الأمنية أيضا أخضعوها إلى المحاسسة وشتتوا فيها الولاء وتشتيت الولاء أحدث بالحقيقة خدشا في شرف الانتماء للمؤسسة العسكرية والأمنية وهذا نعانينا من عندما صديقة كانت حاضرة في الميدان يوم دخلت داعش وانهارت مؤسسات لانهيار كتقييم انهيار غير مبره